أكدت الحكومة رشيدة ضرورة المحافظة على ثروة البحرية والمحافظة على التنوع الفيولوجي في البيئة البحرية داخل نطاق المياه الإقليمية للمملكة الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال والشؤون البلاديات والتخطيط العمراني قالت في مارد تعليقها على رغبة نيابية بشأن إيجاد خطة وطنية لاستزراع الأسماك وأكدت أنها تعمل على تشجيع الاستزراع السماكي باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى دوره الفاعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء مشيرة إلى أن المملكة تعد من رواج الاستزراع السماكي في الخليج والذي دعت إلى الاهتمام به وذلك من خلال المركز الوطني للاستزراع السماكي البحرية وأضافت الوزارة أنها قامت بإعداد خطة وطنية للاستزراع السماكي بغرض إدارة وتطوير الموارد البحرية والحفاظ على الثروة السماكية بأفضل الطرق العلمية والعملية وذلك لتعويض الأضرار التي تلحق بالموارد البحرية وذلك بأعداد برامج للاستزراع السماكي البحرية وأخطط تنمية للمواطنة البحرية والمخزونة